موسيقى منتصف الليل بتوقيت الجزائر أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة إلى العنوين موسيقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعز رئيس جمهورية أوغاندا يوري موسيفيني في ضحايا حادث الانهيار الأليم الذي أود بحياة 24 مواطنا موسيقى تعزيز التعاون الثنائي والإشادة بالمواقف الإيجابية للجزائر تجاه النيجر ومرافقتها لجهودها التنموية في صلب زيارة الوزير الأول الوزير الاقتصادي والمالية لدولة النيجر إلى الجزائر موسيقى الفريق أول سايد شانجري حيؤكد الإرادة القوية في تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي ويجدد الالتزام أو التزام الجزائر بمبادئها الراسخة بالتأكيد على الحلول الداخلية لمشاكل دول القارة الإفريقية لدى استقباله وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر موسيقى مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقف على آخر التحذيرات على مستوى فضاءات التعبير الحر للمترشحين موسيقى بداية وإثر حادث الانهيار الذي وقع بضواحي العاصمة كامبالا والذي أودى بحياة 24 مواطنا أغنديا بينهم أطفال وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لرئيس جمهورية أغندا السيد يوري موسيفيني بخالص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواسات متمنين الشفاء العاجلة للجرحى والمصابين الانهيار الضخم لمكب النفايات والذي خلف 24 هالكا بينهم أطفال ونساء وعشرات المصابين بمنطقة كيتيز شمال العاصمة الأغندية وقع جراء انهيار أرضي تسببت فيه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في التعاون استقبل أمس رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل الوزير الأول وزير الاقتصادي والمالية لجمهورية النيجر علي محمد لمينزين الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام وخلال اللقاء استعرض الطرفان واقع وأفاق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والتضامن وحسن الجوار كما شكل اللقاء سانحة للتباحث حول الوضع الإقليمي في المنطقة التي تشهد وضعا استثنائيا يضاف إلى الظروف الدولية غير المستقرة والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم رئيس مجلس الأمة جدد بالمناسبة تأكيد على الموقف الثابت للجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية والمستوحى من تجاربها الرائدة تجاه نجاعة الحلول السلمية للأزمات وتمسكها بقيم الحوار والمصالحة الوطنية ومناهضتها لكل تدخل في شؤون الداخلية للدول ومرافعتها الدائمة من أجل استقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدول الإفريقية من جانبه أعرب الوزير الأول لجمهورية النيجر عن تقديره لجهود الجزائر من أجل استدباب الأمن والاستقرار في المنطقة وفي إفريقيا ومساندتها الدائمة للشعب النيجري من أجل تجاوز كافة الأزمات التي مر بها باسم النيجر شعبا ورئيسا قمنا بزيارة الجزائر هذا البلد الذي نتقاسم معه ثلاثة قيم أساسية الصداقة، الأخوة، والجوار اليوم استقبلنا من طرف رئيس مجلس الأمة ونحن فخورون بهذا الاستقبال الذي تبحثنا فيه سبل الشراكة بين البلدين في عديد المجلات النيجر بلد يسير على خطوات الجزائر في موقفها الرافض بأي تدخل عسكري في النيجر ومساندتها الدائمة للشعب النيجري تستطباب الأمن والاستقرار بالمنطقة كما أجرى أمس الوزير الأول نذير العرباوي محادثات مع الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر علي محمد لمينزين الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر وخلال جلسة العمل التي شملت وفدي البلدين أكد الوزير الأول على الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية نيجر الشقيقة منوها بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين كما أشار الوزير الأول إلى التعاون الثنائي الذي يطمح البلدان للارتقاء به إلى مراتب أفضل في إطار الآليات الثنائية ومن خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة من جهته أشار الوزير الأول نيجري إلى أن زيارته إلى الجزائر رفقة وفد وزاري هام تكتسي أهمية بالغة معربا عن اعتزازه بوجوده بالجزائر التي كان لها دوما دور حاسم في مرافقة بلاده في جهودها التنموية ومواقف إيجابية تجاه جمهورية النيجر لا سيما في أصعب المراحل التي مرت بها معربا على وجه الخصوص عن شكره وتقديره البالغ لموقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرافض لأي تدخل عسكري بالنيجر كما أعرب أيضا عن تمسك بلاده قيادة وحكومة وشعبا بالشراكة والتعاون مع الجزائر التي تربطهما علاقاته الأخوة والصداقة وحسن الجوار وتطلعها إلى المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في مرافقة جمهورية النيجر في مساعيها الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية على فرواتها وتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية المشاريع الهيكلية المشتركة بالإضافة إلى تلك التي خصصتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بتوجهات سامية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفي التعاون العسكري استقبل أمس الفريق أول سعيد شانجريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سليفو مودي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر المزيد مع وليد صاري مرسم الاستقبال استهلت بتحية العالم الوطني والاستماع إلى النشدين الوطنيين للبلدين وتقديم التحية العسكرية للضيف من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي ترجمة نانسي قنقر 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 سيد الفريق أول وبعد الترحيب بالوفد العسكري الضيف أكد أن الزيارة تشكل دليلا على إرادة الطرفين في تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين بداية يطيب لي أن أرحب بكم وبأعضاء الوفد المرافق لكم بما قرر كان الجيش الوطني الشعبي متمنيا لكم قام طيبة بالجزائر إن هذه الزيارة تعد دليلا على الإرادة التي تحدون معا من أجل تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي بين جيشينا هذا التعاون الذي يتعين إدراجه في إطار ديناميكية متجددة على أساس تبادل الصريح وبناء من شأنه المساهمة في ترقية السلم والأمن في منطقتنا السيد الفريق أول جدد التأكيد على أن الجزائر الملتزمة بمبادئها الراسخة مقتنعة بأن حل المشاكل الداخلية للدول القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا داخليا على يد الكفاءات والقدرات والقوى الحية لدول القارة إن هذه المرحلة الصعبة والحاسمة تستدعي مننا جميعا أن ننخرط في إطار رؤية استراتيجية تقوم على أساس تعاون سياسي وديبلوماسي وعسكري وأمني واقتصادي منصق يهدف إلى توفير الشروط الملائمة من أجل إرساء استقرار مستدام بهذا الخصوص لا طالما التزمت الجزائر بمبادئها الراسخة القائمة على حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وكذا رفض التدخل الأجنبي مهما كان نوعه أو شكله ومهما كانت طبيعة أهدافه انطلاقا من قناعتنا بأن حل المشاكل الداخلية لدول القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا داخليا على يد الكفاءات والقدرات والقوى الحية للدول القارة من جهته أشد الفريق سليف مودي بحفوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له مؤكدا توافق رؤى الطرفين بخصوص مجمل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية كما أعرب عن أمله في تعزيز علاقات التعاون بين بلده والجزائر التي أكد أنها مبنية على التشاور والاحترام المتبادل في ختام اللقاء وقع وزير الدولة وزير الدفاع النجري على استجيل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي ليتبادل بعدها الطرفان هدايا رمزية الوزير الأول وزير الاقتصادي والمالية لدولة النيجر علي محمد لمينزين ترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء فورة التحريرية المباركة الوزير الأول لدولة النيجر الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة والمناج محمد عرقاب وضع إكليلا من الظهور أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الأبرار وقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة هذا وقام الوزير الأول وزير الاقتصادي والمالية لدولة النيجر علي محمد لمينزين بزيارة إلى المتحف الوطني للمجاهد مرفوقا بوزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيغا ووزير الطاقة والمناج محمد عرقاب حيث وقف عند أهم المحطات التاريخية التي مرت بها الجزائر الوزير الأول نيجيري استمع إلى شروحات قدمت له حول مسيرة كفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال وفي الأخير وقع الوزير الأول النيجيري على السجل الذهبي للمتحف الوزير الأول وزير الاقتصادي والمالية لدولة النيجر علي محمد لمينزين مرفوقا بوزير الطاقة والمناج محمد عرقاب استقبل بجامع الجزائر من قبل عميد الجامع الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني حيث طاف ضيف الجزائر بمختلف أجنحة ومرافق جامع الجزائر وتلقى شروحات حول هذه التحفة المعمارية والصرح الديني والحضاري الوزير الأول لدولة النيجر بعد أدائه للصلاة زار المئذنة الكبرى لجامع الجزائر وضمن زيارة الوزير الأول وزير الاقتصادي والمالية لدولة النيجر على رأس وفد وزاري هام جرت لقاءات ثنائية قطاعية لبحث فرص التعاون البين خليد حج جلالي محادثات ثنائية شملت مستويات التعاون بين الجزائر والنيجر وشكلت فحوى لقاء أحمد عطاف بناظره بكاريا وسانجاري حيث أبدى الطرفان استعدادهما للرقي بهذه العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع آلية تعاون ثنائي تعززت لتشمل قطاع النقل حيث أشهد وزير النقل الجمهورية النيجر بالتجربة الجزائرية في مجال إنجاز الهياكل القاعدية مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين البلدين تشاور وتنسيق أيضا لمجالات التجارة بما يقدم مصلحة البلدين حازت اهتمام وزيري التجارة الذين أكد خلال لقائهما على تعزيز سبل التعاون الثنائي وفق توصيات قائدي البلدين جئنا للتشاور حول العديد من النشاطات وكل ما يخدم التنمية بين البلدين وجدنا الاهتمام الخاص من الشعب الجزائري لدولة النيجر خاصة عدنا باستيضافة وزير التجارة والصناعة النيجيري وكانت لنا فرصة أننا نتباحت حول إرادة البلدين في بعض علاقات تجارية واقتصادية وإعادة بعض المشاريع اللي ممكن كانت عالقة أن شراكة اقتصادية وتجارية عديد المشاركة في معرض الأسيهار كذلك فيه مشروع لإنجاز منطقة تجارة حرة في إطار منطقة لازليكا فيه منطقة حرة لتجمع الجزائر مع دولة النيجر كما تجمعنا مع موريطانيا ومالي وليبيا ومع تونس القطاع الصيدلاني الجزائري خبرة ومنتوجا يفتح أفاقه الواعد لإفريقيا ولدول الجوار الحيز الأكبر وفق المشاريع التنموية التي تحرس الجزائر على تعزيزها بمنطقة الساحل وهي اليوم على طاولة محادثات ممثلي البلدين يتم إغراق السوق النيجيرية بمنتجات صيدلانية لا تستجيب للمعايير لذا جئنا من أجل الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال صناعة الأدوية وإننا على يقين أننا سنتمكن من الوصول إلى منتجات صيدلانية عالية الجودة مستقبلا طلقنا بالأخص على الإطار القانوني اللي لازم يكون ما بين البلدين لكي نخلي القطاعين الصناعيين في البلدين يتنمووا وتكون فيه تبادل وتكون فيه تعاون حسب الطلبات للطرفين أكدنا كذلك على رغبة الجزائر لتوضع في الإخوان في النيجر كل ما هما إمكانيات لتخلي النيجر يخرج من الأزمة اللي رأى فيها حاليا وهذه من توجيهات سيد رئيس الجمهورية كل ما هو ممكن نقدمه الإخوان في النيجر نحن موجودين التزام الجزائر أيضا لتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية لمجالات البريد والمواصلات على قرار مشروع الألياف البصرية التي تسمح بربط النيجر بالشبكة الدولية للأنترنت انطلقا من الجزائر تطرقنا إلى مستويات التعاون بين الجزائر والنيجر في مجال البريد والمواصلات وعملنا أيضا على تهيئة الظروف المناسبة لبريد البلدين كما تطرقنا أيضا خلال هذا اللقاء إلى أكاديمية تدريب المهندسين التقنيين بين البلدين وقريبا سنبدأ في الربط البيني بين الجزائر والنيجر هذا اللقاء كان فرصة للوقوف وبالتياح على مدى تقدم مشروع الوصلة الألياف البصرية الوصلة المحورية بالألياف البصرية العابرة للصحراء والتي تسمح بربط النيجر بشبكة الاتصالات الدولية انطلاقا من الجزائر وبالاعتماد على القدرات المعتبرة التي تحوزها اليوم بلادنا في مجال عرض النطاق التردد الدولي جهود حثثة ميزت اللقاءات الثنائية وتتيح اليوم فرصا أكبر لشراكة استراتيجية تخدم البلدين والقارة الأم في الحدث الرياضي عادت أمس البعثة الجزائرية المشاركة في الألعاب الأولمبية بباريس إلى أرض الوطن والتي تضم الرياضيين المتواجين الأبطال حيث كان في استقبالهم بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي وزير الشباب والرياض عبد الرحمن حمد نذكر أن الجزائر أحرزت في أولمبياد باريس ثلاث ميداليات أقول منها ذهبيتان لكل من الجنبازية كيليا نمور في اختصاص العارضتين المختلفة الارتفاع والملاكمة إيمان خليف في وزن 66 كيلوغراما فضلا عن برونزية جمال سجاتي في سباق 800 متر أولا نرحب بالأبطال تعنا الحمد لله على هذه النتائج لداروها والشكر موصول كذلك لكل مدربين تحم لأنه فضل هذه النتائج يعود لسيد رئيس الجمهورية اللي كان متابع كان يتبع كل الرياضيين منذ مدة طويلة إلى ملف الرئاسيات وقبل انطلاق الحملة الانتخابية تفقد أمس رئيس سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي رفقة المديرين العامين لمؤسستي التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية بمعية ممثلي المترشحين الثلاثة تفقدوا فضاءات التعبير الحر المخصصة لتدخلات المترشحين وممثليه أشكر الإذاعة والتلفزيون الوطني على ما بذلوه من مجهودات بهذه المناسبة يعني فيها التنظيم جديد بالنسبة يعني للمسارات السابقة بتجهيزات جديدة لتعطي يعني نوعية نوعية يعني مرتفعة جدا للصوت والصورة وسرعة التحكم فيهما المنافسة النازحة المنافسة الشارفة هذا ما نلاحظه الآن في مستوى البداية للمشوار للحملة الانتخابية التي تنطلق كما تعلمنا كل يوم 15 وإن شاء الله ولمرافقة الحملة الانتخابية التي تفصلنا عنها أيام قلائل سخرت وكالة الأنباء الجزائرية كافة إمكاناتها المادية والبشرية بتخصيص فضاء للتعبير الحر إضافة إلى تكييف المحتوى للتحسيس والتوعية بهذا الموعد الانتخابي الهم سونيا جاسي وكالة الأنباء الجزائرية تستعد لتعطية الانتخابات الرئاسية مجندة بذلك كل الوسائل والمكونات المادية والبشرية لضمان تغطية إعلامية مهنية ومحترفة السدادات تمت سواء على المستوى المركزي أو على مستوى مكاتب الولائية كل الولايات التي نتواجد بها وسنرسل المراسلين لتغطية انتخابات أبناء الجالية الوطنية في الخارج الوكالة تقف على آخر التحضيرات من خلال وضع رزنامة ومخطط لتقسيم العمل وفقا لاختصاصات المتاحة فيها حدرنا برنامج كبيرا وفيه عدد كبير من الصحفيين لتغطية هذا العرس وهذا الحدث الهام للانتخابات الرئاسية وبغرض إيصال المعلومة الصحيحة وفي وقتها إلى أرأي العام مؤسسة الوكالة الأنباء الجزائرية وصحفية مجندين لتغطية الانتخابات الرئاسية القادمة حيث تم تجنيد فرق ترافق حتى تجنيد فرق لمرفقة كل المترشحين كما عكفت الوكالة على استحداث لجنة تضم كل الأقسام إضافة إلى القسم الخاص بالسمعي البصري التغطية ستكون كذلك مضمونة عبر قسم السمعي البصري السمعي البصري لكي نلبي طلبات مشتركين عبر منصة السمعي البصري لوكالة الأنباء الجزائرية سنقوم بتغطية تغطية إعلامية سمعية بصرية لهذا الحدث وكالة الأنباء الجزائرية مصدر الخبر والمعلومة ستكون أمام رهان وطني أساسه مرافقة العملية الانتخابية والعمل على إنجاحها ومن أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الانتخابي في أحسن الظروف ووفق إجراءات تنظيمية محكمة تواصل مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الوطن تحذيراتها الحثيثة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل العين من ولاية تيزيوزو مع لخبر كعوان تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل وقبل انطلاق حملتها الانتخابية تراهن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيتيزيوزو على توفير كافة الامكانات البشرية والمادية ضمانا لسير الحسن للعملية الانتخابية التحذيرات متواصلة بالنسبة للمؤطرين على المستوى كل بلدية الولاية بحيث لدينا 15737 مؤطر منهم مؤطرين على مستوى المراكز ومؤطرين على مستوى المكاتب كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجاح العرس الانتخابي القادم نقوم بمتابعة يومية من خلال معينة فضاءات الخاصة بالإشهار الخاصة بالمترشيحين الثلاثة بدءا بتخصيص الفضاءات لإشهار الملسقات وكذا الشعارات بهدف تحسيس المواطنين بضرورة أداء الوجبه من الانتخابي تحرس المندوبية الولاية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتزيوز أيضا على معينة الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية والوقوف على مدى جاهزيتها قمنا بالتهيئة الأرضية للانتخابات بحيث قمنا بتحضير كل التعطير واللوحات التحسيسية لضرورة أداء الواجب الانتخابي والوقوف على جاهزية الفضاءات التي ستحتضن مختلف تجمعات المترشيحين كما خصصنا مساحات بتعليق الملسقات واللافتات عبر إقليم الولاية المندوبية الولاية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيتزيوز تسابق الزمن لوضع الرتوشات الأخيرة بهدف إنجح الحمل الانتخابية ورئاسياته السابع سبتمبر القادم في تعاون الجزائرية التونسي وقصد دعم تنمية البينية وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب أشرف وزير النقل ونظيرته التونسية على إعطاء إشارة انطلاق أول رحلة تجارية بين تونس وعنبا إعادة تشغيل الخط الحديدي بين تونس والجزائر يعكس الإرادة القوية لقيادتي البلدين في إرساء قواعد شراكة الاستراتيجية المتميزة وبالمناسبة تم توقيع على اتفاق إطار في مجال النقل بمختلف أنواعه فضلا عن اللوجستية والأرصاد الجوية كما تم توقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني نوردين بن عبسا ما إن أعلن عن توقيت السفر إلى الجزائر أقبل المسافرون على اقتطاع التذاكر والرحلة التجارية هي الأولى من تونس عبر القطار بعد ثلاثة عقود من التوقف حابنا نكتشفه القطار جديد أول ما سمعنا بالسفرة سرعنا وجينا وأخذنا التذاكر وسافرنا وهنا موجودين معكم في الترى أول مرة ركبنا فيه يذهب لي خرمنا لتاكسي ونقص المكيفات ومشك آليز لهنا كونفوكتاب الكارسي كونفوكتاب يعني قاعدة مريحة وكأني في طائرة نحن ديما نمشي للجزائر وتعجبنا برشا وأخوات في بعضنا وصراحة فرحنا كيف رجع الخط هذا ومشينا للعنبة أخواتنا جزيريين فرحوا بينا برشا ونحن فرحانين برشا ورجعت راضي للجزائر شركة خدمات السكة تقدم الإطعام للمسافرين حسب الطلب فضلا عن العناية بالنظافة والتوجيه تسعيرا من تونس حتى الغار ديماء لدينا تسعير دينار تونسي كوندي باسيو الغار ديماء لنسعير دينار جزائر الخط هذا سيعمل على تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين ودعم التنمية المستدامة وتسهيل حركة البضائع والركاب جميع الملاحظات التي سجلها المسافر سوف تأخذ بعين الاعتبار والشركة دائما تصبه إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة سوف نقوم بإدراج رحلات أخرى حسب الطالب المقدم انطلق القطار اليوم من محطة تونس بمئة مسافر نعتبر هذا العدد هام باعتبار الفطرة الوجيزة اللي تم الاعلام عليه القطار احنا ننتظره باش انه يكون الاقبال عليه كبير واحنا حاليا منظمين ثلاثة سفرات ذهاب وإياب نجاح التعاون بين وزارتي النقل الجزائرية والتونسية في إعادة تفعيل الخط السككي من جديد شكل حافزا لتعميق المباحثات في مجالات النقل المختلفة بحيث اضيفت إلى هذا الاتفاق عدة الرحلات المبرمجة بين طرفين سواء الخطوط الجوية الجزائرية وكذا الخطوط الجوية التونسية هذا بالنسبة لملف الأول ما بالنسبة لملف الثاني قمنا بدراسة كل التعاون اللي بإمكاننا نجسده في مجال النقل البري أو النقل البحري وكذا النقل الجوي وهذا المهم جدا انتفاق إطار في مجال النقل بكل الأنماط المتاعه النقل البحري والجوي مع الوناتق اللوجستية والأرصاد الجوية لدينا خطة عمل في المستقبل بيش نخدموا عليها إن شاء الله مع بعضنا بيش ننفعلوا الاتفاق هذه والجانب الاقتصادي توهولي بيش نخدموا عليه وإن شاء الله ننفتحهم بعد على أفريقيا ونمشي مع بعضنا وشركات مع تونسية وجزائرية تخدم مع بعضها في كل المجالات إعادة استغلال خط نقل المسافرين عبر القطار بين عنابة وتونس يعكس إرادة البلدين لدفع التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية مثمرة انتقل إلى رحمة الله الزميل يوسف زغلاش مكلف رئيسي بالإيصال بالقناة السادسة الشبابية للتلفزيون الجزائري وعلى إثر هذا المصاب يتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري بالنيابة باسمه وباسم كافة عمال وصحفية المؤسسة إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارة التعازي والمواساة رجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة إن لله وإن إليه أراجعون خلال نقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن بنيويورك حول تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن نقل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والناس مغرمان تحية رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى نظيره السيرليوني منسق لجنة العشر المعنية بإصلاح مجلس الأمن وتمنيته الخالصة بنجاح هذا النقاش مغرمان أكد قناعة الجزائر بحاجة مجلس الأمن من اليوم للصوت الإفريقي صوت الحكمة وصوت الالتزام وصوت المسئولية وتمسكها الدائمة والتزامها الثابت بالموقف الإفريقي المشترك وكذا التزامها من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن بأن تكون صوتا صادقا في خدمة مصالح إفريقيا وتطلعاتها أولا هو تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الإفريقية باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين والأقل تمثلا في فئة الأعضاء غير الدائمين لذلك تطالب إفريقيا بحقها في الحصول على مقعدين دائمين بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن مع جميع الامتيازات المرتبطة بهذه المقاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ أزيد من عشرة أشهر خلفت أفارا وصدمات نفسية عميقة على أطفال غزة بسبب هول ما شاهدوه وما عاشوه من قصف وفقدان للأهل وما عنوه من آلام وجراح مرسلنا من غزة وسام أبو زيد يرسد لنا حال البراءة الجريحة في غزة هذا الطفل لم يصب بشاضية أو رصاصة لكن الإصابة النفسية التي مني بها كانت كفيلة لأن تفقده قدرته العقلية والكلام بعد غارة إسرائيلية شنها جيش الاحتلال بالقرب من خيمتهم قبل أربعة أشهر ولا زالت حالته النفسية تزداد سوءا وتضاعفت معاناة الوالدين صار قصف علي أصيب يعني خلالها فقد القدرات اللي عنده من ضمنها الكلام صار عنده اضطرابات في السلوك فرض حركة بنعاني معاه في شكل يومي يعني الطفل كتير كتير تعبان وبحاجة لتدخل عاجل وأنا بناشد العالم أجمع بالتدخل لإنقاذ طفله والصفر لطلق العلاج فعلى مدار أيام من العدوان المتواصل على غزة أضحى غالبية الأطفال يعانون من الصدمات النفسية وظهرت عليهم أعراض يصعب علاجها وتحتاج إلى سنوات وإمكانيات لا تتوفر لدى المنظومة الصحية المنهارة في قطاع غزة فمنذ بدء العدوان استشهد أكثر من ثمانية عشر ألف طفل وأصيب الآلاف منهم وباتت حالتهم تزداد تعقيدا مع غيابهم عن المدارس ونزوحهم عدة مرات مع أهلهم وكانوا طوال الحرب عونا لهم في رحلة البحث عن لقمة العيش والماء دون أن تغيب من ذاكرتهم لحظات عصيبة عاشوها خلال عشرة أشهر من العدوان لم يبقى الطفل في قطاع غزة لم يتأثر بالصدمة النفسية في السابق كان بعض الأطفال ممكن أن يصاب بالصدمة والبعض الآخر يكون بعيد عن الحدث ولكن الآن كل الأطفال في الحدث انعكس على الأطفال في قطاع غزة أن الأعراض النفسية التي تعرضت لها أشياء كثيرة جدا لم يسبق لها مثيل فالأطفال الفلسطينيون يعيشون بين الحياة والموت أو على أطلال ركام شاخوا قبل أوانهم في حرب إبادة أرادها الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لتحقيق مقاربه السياسية وسام أبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين ومتابعة لردود الفعل المستنكرة للموقف الفرنسي تجاه القضية الصحراوية أكد ناشطون الصحراويون بالأراضي المحتلة أن موقف باريس يعبر عن النزعة الاستعمارية التوسعية المتجذرة في فرنسا وهو تصعيد خطير في حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال هدار وابح انتفض الشعب الصحراوي في الرد على الموقف الفرنسي التعسفي الداعم لما يسمى بالحكم الداتي المزعوم فرنسا التي تدعي الحريات والديمقراطيات تسقط عنها كل الأقنعة وتتخلى على مبادئها المعلنة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصالحها وهو ما يعتبره الشعب الصحراوي خيانة لمبادئ القانون الدولي وعدم احترام العدالة الاجتماعية وهضما لحقوق شعب يتوق للحرية والاستقلال ولتقرير مصيره ندد بالقرار والموقف الحكومة الفرنسية من قضية الصحراء الغربية وقولوا أن الشعب الصحراوي وحده من له الحق في تقرير المصير ندد هذا القرار استرسل الحكومة الفرنسية ونقول لها لأنه الشعب الصحراوي الوحيد والأوحد اللي عنده الحق في تقرير المصير ولا بديل لبديل عن تقرير المصير ومن عمق فرنسا وتحديدا من بلدية فيتري سورسين هناك من يخالف الموقف السياسي لقصر الإليزي حيث جدد عمدة البلدية الموقف التابت إزاء النضالات المشروعة للشعب الصحراوي من أجل الاستقلال ومن أجل العيش بحرية على أراضيه ودعم كل ما من شأنه تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية في ختام النشر أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدين إلى اللقاء